اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن رفع عدد الجنود الكنديين المشاركين في المهامات التدريبية في أوروبا الشرقية في رد فعل على التحركات العسكرية الأخيرة لروسيا في أوكرانيا فعلى هامش زيارته القصيرة إلى بولونيا أعلن هاربر أن قرابة 75 جنديا كنديا سيشاركون قريبا في التدريبات التي سيعمد إلى إجرائها الجيش الأمريكي ويضاف الفريق الجديد إلى 45 جنديا كنديا في عداد المشاركين في العملية المذكورة نعيد التذكير أن تسع دول تشارك في المهام التدريبية التي ستجري بين التاسع والحدي والعشرين من حزيران جوان الجاري في بولونيا لاتيفيا ليتوانيا وأسطونيا وفي عقاب إجراء مباحثات إلى جانب نظيره البولوني دونالدا تاسك أكد هاربر أن تصرفات روسية العدائية في الملف الأوكراني تتطلب رد حاسم وصارم مستديم ومنصق من قبل المجتمع الدولي كما أوضح رئيس الوزراء الكندي قائلا أن تلك التصرفات يجب أن تواجه بعقوبات بحق حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واعتبر هاربر أن الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم والتحركات الاستفزازية في شرق أوكرانيا يهددان السلام العالمي تمكن دانيال تيريان من الحصول على الضوء الأخضر من قبل لجنة تابعة لمجلس العموم الكندي لتسلم منصب المفوض عن حماية الحياة الخاصة في كندا فقد أوصت اللجنة التي يغلب فيها أعضاء عن حزب المحافظين الحاكم أوصت البرلمان بالموافقة على تعيين تيريان في أعقاب جلسة استمرت على مدى خمسين دقيقة للجنة الخاصة بالوصول إلى المعلومات وحماية المعلومات الخاصة والمناطبية وأكد تيريان أنه سيعمل على رأس مفوضية حماية الحياة الخاصة ليكون بمثابة بطل حقوق الدفاع عن المعلومات الخاصة بالكنديين إلى ذلك انتقد تيريان عددا من الإجراءات المدرجة في إطار مشروع القانون السيد للتعش حول مكافحة التسلط عبر شبكة الإنترنت مشيرا إلى ضرورة تقسيم المشروع إلى جزئين لكي يكون أكثر شفافية حول الدوافع التي تقف وراءها السلطات الفيدرالية لمراقبة نشاطات المواطنين عبر شبكة الإنترنت قام رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بتعيين القادي كليمان جاسكون في منصب قاد عن مقاطعة كبك في المحكمة العليا ولم يلقى هذا الخيار أي اعتراض لغاية الساعة في كبك كما كان عليها الوضع عند الإعلان عن تعيين القادي مارك نادون لبل أن وزيرة العدل في مقاطعة كبك أعربت عن رضاها عن خيار الحكومة الفيدرالية هذا ومن المتوقع أن يشغل جاسكون أحد المقاعد الثلاث المحسوبة على مقاطعة كبك علما أن المقعد شاغر منذ قرابة عام في أعقاب انسحاب القادي موريس فيشر ومن المرتقب أن يتسلم القادي جاسكون مهامه في أقل من أسبوع دع السفير الأمريكي في كندا ديفيد أهايمن إلى الاعتماد على المزيد من الصبر في ملف مشروع خط النفط كيستون إكس آل وذلك على الرغم من عدم التوصل إلى أي قرار للبت بهذا الملف بعد مرور خمس سنوات على وصول الملف إلى مكتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما فعلى هامش منتدى عقدة في مدينة أوتاوى مطلع الأسبوع الحالي أشار السفير الأمريكي في كندا إلى أن المهمة الملقاة على عاتق وزارة الخارجية الأمريكية جاسيمة حيث من المفترض أن تراجع الوزارة قرابة ثلاثة ملايين تعليق حول مشروع النفط الذي من شأنه إيصال النفط المستخرج من الرمال الزفتية في مقاطعة ألبرتا الكندية إلى مصاف التكرير في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وتبع هيمن قائلا أنه يتفهم أهمية الملف بالنسبة لكندا وإلى أي مدى يعتبر الكنديون وأولئك العاملون في قطاع الرمال الزفتية مشروع كيستون إكس أل أساسي لهم مشيرا بالوقت عينه إلى أن الملف مهم أيضا بنظر الأمريكيين وبأنه يؤخذ من قبل السلطات المعنية على محمل الجد أعلنت العضو في مجلس الشيوخ الكندي جوان بوت عن انسحابها من المجلس الأعلى بعد مرور أقل من عامين ونصف العام على تعيينها في منصبها وذلك سعيا وراء تسلم إدارة المعهد الدولي لكندا حول الحبوب ونعيد التذكير أن بوت كانت تترأس المجلس الكندي للكانولا وكانت في عداد الأعضاء الخمس في مجلس الشيوخ الكندي والذين قام بتعيينهم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في كنون الثاني جانفير من عام 2012 حلت الولادة على رأس الأسباب التي تؤدي إلى حالات استشفائية في كندا لعام 2012-2013 وفق المعلومات التي كشف عنها مؤخرا المعهد الكندي للمعلومات حول الصحة فقد شكلت العمليات القيصرية وحالات الوضع الطبيعي 13% من كافة الحالات الاستشفائية في البلاد تلتها الأمراض التنفسية بنسبة 2.7% والأزمات القلبية بنسبة 2.4% أعلنت شركة لابي دوتسون عن تسجيل أرباح بلغت 176 مليون دولار أو 97 سنة للسهم الواحد في الربع الأول من العام المالي مقرنة بخسارة بواقع 22 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وارتفعت مبيعات لابي إلى مليار و850 مليون دولار مقرنة ب884 مليون دولار خلال الفترة نفسها للعام السابق مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة